اشتركوا في القناة يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأسلام رب إنهم أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكات من ذريتي بواد بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اوفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم لا يرتد إليهم تغفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكاتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرثوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قتران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سري الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليزكر أولو الألباب